معاكم دكتورة زهراء أحمد الموافي باحث مساعد بقسم ساحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الكلينيكية بالمركز القومي للبحوث بمناسبة قرب دخول شهر رمضان المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين حابين نتكلم عن سؤال بيتكرر كتير في أزهان الأمهات اللي هي هتحب أن ولادها يصوموا في شهر رمضان خاصة الولاد اللي قربوا على سن المراحقة اللي هو ما قبل أنه يكون شخص راشد أكيد احتياجات الأطفال بتختلف عن الكبار في السن ده احنا بنكون قربنا شوية في احتياجاتنا وبيكون زيادة عليها أنه لازال بيكون فيه فترة من النمو الصيام بيعرض الجسم لشكل مختلف من التعامل مع الأغذية في الطبيعي الجسم بيدخل له أغذية وبيحرقها وبيولد الطاقة اللي بيحتاجها مش بس لممارسة المهام اليومية لكن كمان للمجهود الزائد عليه في فترة المراحقة بالزائد إذا كان حد بيلعب رياضة أو إذا كان نشيط بشكل معين وبنحتاج كمان لازلنا في أواخر حتى فترة الطفولة لمعدل للطاقة اللي بتسمح للطفل ده أنه يستمر في النمو من أهم الأغذية اللي هي بتوفر الطاقة دي هي الكربوهايدريت أو اللي بتكون موجودة في النشويات وتكون موجودة في السكريات الطفل أو المراهق اللي هيقرر أنه هو يصوم محتاجي بأفاهم كويس أنه ده المصدر الأساسي للطاقة وأنه الجسم بيتعامل مع المصادر دي بيحرقها سواء النشويات اللي بتتمثل في الرز المكارونة العيش المعجنات أو السكريات اللي هي بتكون في شكل الفواكه أو التمر اللي احنا بنبتدي به كسر الصيام والعسل أو أي نوع آخر من الوجبات اللي بيكون مضاف لها السكر الأبيض دي أول مصدر للطاقة في الجسم لما بيتعرض للصيام الجسم بيتحرم من دخول الموارد دي لي وبالتالي بيبتدي أن هو يطلع من المخازن اللي موجودة طيب هل الطفل عنده نفس المخزون بتاع الشخص البالغ ولا لأ بيكون المخزون عنده أقل شوية لأن لسه الأجهزة اللي بيتخزن فيها السكريات أو عموما الجلوكوز بيكون أقل نطجا أو أقل حجما من الكبار أهم الأماكن اللي بيتخزن فيها الطاقة هي الكبد والعضلات ثم بعد كده بيتخزن الطاقة في شكل دهون طيب دلوقتي الطفل ده لما يتعرض لفترات طويلة من الصيام اللي بينعدم فيها دخول الوجبات للجسم هيبتدي يطلع المخزون ده من الكبد لعدد ساعات من الصيام ثم يبتدي بعد كده ياخد من المخزون الموجود في العضلات ومن هنا بيحصل تكسير شوية في الكتلة العضلية فبننصح المراهقين خاصة اللي بيكون بيمارس نوع من أنواع الرياضة أو اللي نشاطه عالي شوية أنه هو يهتم جدا جدا مش بس بمصادر النشويات والسكريات زي ما قلنا ولكن كمان بمصدر من البروتين البروتينات المختلفة سواء كان بروتين حيواني أو بروتين نباتي أو بروتينات مصادرها الأساسية هي المنتجات الألبان بروتينات الحيوانية على اختلافها اللحوم الفراخ الأسماج أو البروتينات النباتية سواء كانت في شكل الحبوب زي الفول زي الفاصولية زي العتس أو الألبان أو منتجات الألبان المختلفة من أول اللبن للزبادي للجبن المختلفة كل دي مصادر البروتين وبجانبها طبعا البيض مصدر مهم جدا للبروتين اللي بيساعد الطفل أو المراهق على الحفاظ على الكتلة العضلية الناس كتير بيتصاب بالخمول أو بالكسل أو بالتعب أثناء فترة الصيام عايزين برضو نلفت نظرهم أنه أنا كطفل أو كمراهق بمارس نوع من أنواع النشاط الزائد عن الطبيعي قد أصاب بالخمول ده في فترة الصيام وده طبيعي لأن الجسم زي ما قلنا بيكون المدخلات اللي أنا بديهيله اللي هي هتديله الطاقة اللي هيمارس بيها مهامه اليومية بيكون أقل وبالتالي بيلجأ للمخازن الوقت لما هيبتدي يأخذ من الكتلة العضلية شوية فأنا محتاج أعود ده مش بس بمدخلات من البروتينات المختلفة زي ما حكينا ولكن كمان أنه هو محتاج يمارس جزء من الرياضة ما ينقطعش عنها تماما الناس كتير تقولي إزاي هلعب رياضة مع الصيام أو هلعب إزاي رياضة مع رمضان وكتير منهم بيتوقفوا عن ممارسة النشاط الرياضي في السن ده بالذات هو مهم جدا 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 لأنه بيحافظ على الكتلة العضلية فجنب الكتلة العضلية اللي هحافظ عليها بجزء من الرياضة البسيطة اللي ممكن تكون في النص التاني من اليوم بعد انتهاء ساعات الصيام ساعتها هقدر أعمل ماشي خفيف أو رياضة خفيفة حافظ بيها على الكتلة العضلية مع الاستمرار في اختيار الطبق اللي هو يكون مليء بالطبع الخضروات والفواكه المهمة للفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها كمان المراهق علشان يقدر كل الأجهزة اللي في جسمه تأدي الوظائف الحيوية بتاعتها وبنتمنى الصحة والعافية لأولادنا جميعا كل سنة وانتو طيبين